أسهل أسرع براونيز مكونات جدا بسيطة سكر معتدل مويست والطراوة فيها رائع بشكل بالدوب بالتم دوب 3-4 كوب زبدة مدوبة 3-4 كوب سكر بنزل 3 بضات ظرف فانيلا 9 جرام ما يعادل معلقة صغيرة ونص ونخلطهم بالخفاءة اليدوية ما بنحتاج الكهربائية لإنه ما بدنا ندخل هوا للبراونيز وهلأ منزل المكونات الجافة 3-4 كوب طحين 3 كوب كاكاو غير محلة نص معلقة صغيرة بيكينج باودر ورشة ملح طبعا استخدام المنخل في هاي المرحلة بس عشان ما يكون فيه اي تكتلات في خليط البراونيز منقلبها كتير منيح بمعلاقة السباتيلا لتختلط المكونات كتير منيح وهيك رح يكون معي قوام البراونيز صنية الخابس رح تكون عندي مقاز 8-8 إنش دهنتها بالزبدة وحطيت ورق زبدة ورجعت دهنتها كمان بالزبدة مننزل خليط البراونيز بمده وعلى فرن محمى على حرارة 180 مئوية 350 فيرنهايت مدة 25 إلى 30 دقيقة ضروري جدا نترك البراونيز مدة ساعة كاملة لا يبرد تماما بعدين منبدأ نقطعه لمربعات بهذا الشكل وهيك صارت جاهزة معنا شوفوا ما شاء الله قدي شكلها بشهي القلب وعن جد الطعيم طلع جدا خرافي بتمنى إنكم تجربوها وأنا متأكدة إنها رح تعجبكم وصحتين وألف عافية ترجمة نانسي قنقر